بسم الله الرحمن الرحيم يسعدنا ويشرفنا في حلقتنا النهاردة ليكون معانا الناقض الرياضي الشاب هشام طارق اهلا بك شام معانا في حلقة النهاردة اهلا بك يا رفعت النهاردة ان شاء الله هنتكلم طبعا على مجمل احداث الرياضية على الساحة في الفترة اللي فاتت هنحاول نحاول ان احنا اللم مثلا اكبر عدد مثلا من الاندية في حلقتنا جاهز جاهز اهلا طيب نبدأ حلقتنا من النادي الاهلي تمام النادي الاهلي اداء اه رفع المستوى قبل مشكلة او قبل ظهور اه فيروس كورونا اه كان تشكيل ثابت كان اه في لعب اه كان مدرب عامل شغل كويس معهم جدا فيلر بعد اه اجازة اه اعادة الدوري حصل تغييرات في المستوى تدرى تقول لي ايه الاسباب اللي قدت الى هبوط مستوى النادي الاهلي فترة الاخيرة طيب الاهلي قبل كورونا فعلا زي ما انت قلت غير بعد كورونا الاهلي قبل كورونا كان عامل شكل كويس جدا راكب الدوري من مدري بفارق نقط كبير جدا الاهلي كان فيه ثابت في التشكيل وكان فيه ثابت في المستوى بعد العودة حصل حاجات كتيرة تسببت ان الاهلي يبقى فيه اهتزاز في المستوى في الفترة الاخيرة ابرزها مثلا ايقافات بعض اللعبين وبعض اللعيبة دون المستوى عندك رمضان صبحي مثلا انه راحل على النادي الاهلي بعد انتهاء عرضه مشكلة كهرباء لما حصلت في السوبر وموقوف بجانب ان بعض اللعيبة انا شايف ان هي ما تقدرش تشيل النادي الاهلي او تعوض غياب اللعيبة اللي كانت موجودين بنفس الكفاءة تمان زي جيرالدو هل جيرالدو يصلح للنادي الاهلي زي هبوط مستوى بعد اللعبين مراوان محسن مثلا هل مراوان محسن قبل دهول لاليو باتجي كان يقدر يشيل هجوم النادي الاهلي او يخلص بعض الماتشاط احنا شوفنا في ماتش الكمة يعني ردود الافعال اللي جات عليه في الفترة الاخيرة ديت كانت عاملة ازاي سوق بعض اللاعبين زي محمد هاني سوق اداء هل محمد هاني هيقدر يعوض غياب احمد فتحي بعض رحيله برضو دي علامات السفام كبيرة جدا الاهلي في الفترة الاخيرة تقدر تقول هو حسم الدوري فما بقاش يعني عاملوا بروفة بس لماتشاط افريقيا النص النهائي لانه هو هدفه السيزون دوات بعد ما حقق او شبه يعني انهى بطولة الدوري لصالحه هدفه هي بطولة افريقيا بس احنا متعودناش ان الاهلي يعني اما بيكون متطامن انه هو بياخد دوري او مثلا قريب من بطولة الدوري انه هو بيحصل هبوط في المستوى الاهلي معروف عنه انه بيبقى المستوى ثابت السيزون كله بيبقى المستوى ثابت بس في حاجات قدت الى هبوط المستوى غير انتقال اللاعبين او غير ضعف مستوى اللاعبين داخل الفريق فيلر احيانا بممكن في الفترة الاخيرة بعد توقف من الكورونا تقدر تقول غير الفلسفة في طريقة اللعبة شوية قدت لهبوط مستوى النادي الاهلي بجانب برضه انا شايف ان لأ بعض اللاعبه هبوط مستواها او اللاعبه اللي بتلعب في الفترة الحالية بعتوقف كورونا ما بقتش بنفس مستوى اللاعبه اللي كانت موجودة قبل كورونا زي احمد فتحي ومحمد هان زي رمضان صبحي انت دلوقتي بتلعب بأجيه هل أجيه في مركز الجناح قوي زي رمضان صبحي بالتأكيد لا فقدت كهربا في ماتش السوبر بالإيقاف بتاعه بجانب ان فيلر في الفترة الاخيرة دي يعني شايف ان هو بيعمل حاجات مش مفهومة وان الحاجات دي حصلت في ماتشاط افريقيا تبقى يعني مشكلة كبيرة جدا لان ماتشاط افريقيا ما فياش تعويض فانا شايف ان الاهلي لازم يكون جاهز جدا حتى ان انا كنت حسامت الدور في الوقت الحالي بس اكون جاهز بأداء عالي لمباراية افريقيا لان انت عندك نص النهائي هتلعب مع البداد المغربي وعايز تاخد البطولة فالعايز ياخد البطولة مش هيتحمل ان الماتش كويس وماتش ويحش لازم يبقى فورما عالي طول السيزو تمام ففي الوقت الحالي لازم الاهلي يشتغل على ده طيب الفترات الاخيرة فشل اداري باين جدا داخل النادي الاهلي في تجديد عقود اللاعبين خاصة اللاعب الكبار اصحاب الخبرة مثل طبعا رمضان صبحي احمد فتحي بعض اللاعب الكبار اللي كانت شايلة النادي الاهلي في فترات السنين اللي فاتت والغريبة ان احنا ما كناش متعودين من النادي الاهلي ان هو بيفرد في بعض اللاعب أبنائه خاصة اللي متربين داخل النادي الاهلي انت شاب الموضوع ده ازاي وهل ده ادى الى المستوى برضك تزبزب المستوى داخل النادي الاهلي انت قلت نقطة حلوة جدا ان اللاعب المنفعش في اي وقت انك تستغنى عن اللاعب الخبرة كلها في الفريق سواء برغبة اللاعب أو برغبتك انت يعني لما حتى تستغنى عن اللاعب أو اتنين ما تستغناش عن الكل عشان لازم يبقى فيه في التيم عنصر مهم جدا للخبرة يقدر ينقله من المرحلة الشباب أو من المرحلة اللي هي لسه مش نطجة لمرحلة يقدر يتحمل مسؤولية بس فيه اختلاف على بعض اللاعبة مثلا يعني حسام عشور حسام عشور ريني بايلر قالك انا مش هيبقى معايا في خلال الفترة الجاية النادي الاهلي بلغه بدا شريف اكرامي شريف اكرامي مش حابب يشارك في الفترة الحالية مع النادي الاهلي ان هو قاعد يبقاعد عددكة بس شريف اكرامي حابب يشارك بشكل اساسي مع اي النادي تاني فقادي تاني بلاعب من الخبرة او تاني كابتن من النادي الاهلي احمد فتحي احمد فتحي من كابتن النادي الاهلي ولعب مهم جدا ولا غينة عنه في الوقت الحالي بس هو ما هو يعني ما توصلش الاتفاق مع النادي الاهلي انا شايف ان يعني ايه اسباب عدم الاتفاق مع النادي الاهلي كل اللاعب بيبقى عايز يشوف مصلحته تمام يعني هل المادة دلوقتي بتتحكم في الميول بتاعت اي لعب هي المادة بتتحكم في ميول اي بنادة بس الفكرة بقى مين يقدر يضح يعني مين أقدر أضحي بشوات فلوس عشان الكيان والانتماء والحب فيه ناس تقولك لا أنا ما ضحيش أنا عايز أأمن مستقبل ومقدر شلوم اللعب ده عندك تاني شريف إكرامي وأحمد فتحي ورمضان صبحي وحسام عشور دول في وقت واحد اتشلوا من الفرق فمين تاني هيبقى موجود كابتن غير محمد الشداوي فأكيد الأهل اللازم يتأثر بالمستوى ده فيه فشل إداري أنا شاف إن ما فيش إن الأهل حتى إن ما نجحش في تجديد عقودهم كان يجب إن هو يكون مجهز لعيبة بديلة أو ما يستناش لحد آخر لحظة لما يبقى مضطر إنه لعب لعب مش بكفاءة عالية عشان اللعيب الأساسي اللي عندي مشي طب أنا ليه أعمل ده؟ أنا عندي أحمد فتحي ليه ما جدتلوش من سنة؟ ليه أستنى لغاية شهر واحد الماضي دوت أو شهر يناير الماضي وابتدي التجديد معاه ولما ما يتوصلش الاتفاق أقولي أنا مش هدر أتوصل معاه الاتفاق واللعب يعلن إن تقولوا النادي برامس وابتدي أضطر إن أنا لعب محمد هاني ولو محمد هاني ده تصوب دلوقتي وابتدي أجمد اللعب عشان اللعب مش معاه الفترة الجاية ما اعتمدش عليه لازم أجهز الموجود عندك رمضان صبح رمضان صبح لغاية آخر لحظة الأهل معتمد إنه رمضان معاه فلحظة الجناح الأساسي اللي كان معك ما بقاش موجود والجناح البديل كهرباء مش موجود بسبب إيقافة فاتطرد تلعب بأجاهي أو أجاهيه فأجاهيه مش مركزه فبالتالي الأهل هي سيء مستوى عندك تاني مثلا زي شريف إكرام لعيب خبرة ولعيب كبير ولعيب دولي ولكن برضو لما بعد عن النادي الأهل فترة في وقت واحد مع كوكبة لعيبة زادية لا أكيد الأهل هيتأثر فيه فشل إداري أو أنا شايف إنه فيه فشل إداري المنظومة بتاعتنادي الأهل بقى لفترة لا فيها فشل وخلل كبير جدا إنه مش نجحة تقعد مع اللعيب يعني إما تتوصل معاه لطلب قبل ما الوقت يديق بيها وتضطر تعمل كرار هي مش حباه أو مش مجهزة البديل بكفر طالما عارفة إن اللعب مش مكمل معاه لكن المادة بتحكم أهو أكيد المادة بتحكم لأي بناتب وما قدرش ألوم على أي لعب إنه مش بسبب المادة آه بس دي زاهرة غريبة على النادي الأهلي طول عمر النادي الأهلي بيستكتب لعيبة من الأندية الأخرى وأي لعيب داخل جدران النادي الأهلي وانتماؤه مثلا لقلعة حمراء زي قلعة النادي الأهلي بيتعوضوا حتى مادياً على الموضوع ده لكن الظاهرة الغريبة إن احنا شايفين لعيبة كتير قوي بتهرب من داخل صور النادي الأهلي وأنا شايف إن هي بتبقاش ناحية مادية بس أكيد في حاجة تانية بتخلي اللعيب يروح أي نادي تاني دون مثلا ما يبص مثلا لتاريخه أو الجماهير العريضة للنادي الأهلي أو كيان النادي الأهلي أنت قلت إن الأهلي زمان كان ما بيحصلش في الحاجات ده دلوقتي بيحصل ليه لأن حصل أو اتوجد كوة شرائية جديدة اسمها بيرامدز بيرامدز نادي وليد الساعة بينافس نادي كوي بيدي مبالغ طائلة أي لعب بيفكر إنه ليه ما روحش يقامل مستقبليه وولعب في نادي بينافس حتى لو مالوش للتاريخ قوي فيه لاعب يقدر يقولك أنا روح إيه المشكلة واستغنى عن حب الجماهير وعن الشهرة وعن وعن وفيه لاعب تاني يقولك لا زي وليد سليمان وليد سليمان مثلا كان ممكن يجيله أي عروض من بيرامدز أو خارج بيرامدز الخليجة أو أي أهد لكن هو فضل إنه إنه يفضل في الأهلي برغم إنه ممكن كان يجيله أي عروض فيه لاعب تاني لا وماقدر شلوم الزهارة دي بدأت عشان بيرامدز بقى بقى تقيل في السوق زمان ده ما كانش بيحصل مع الأهلي لأنه ما كانش فيه حد بنفس الأهلي الأهلي كان هو الأوحد هو المتفرد هو الطوب دايما هو لما يشاور على أي لاعب ييجي لأن الأهلي كان مجد وفلوس وشهرة دلوقتي بقى فيه حد تاني معك كتف بكتف فيه حد تاني معك حتى لو بيرامدز مش بنفس طبعا شهرة الأهلي ولا بطولاته ولا 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 بس بيرامدز الكوة بتعوض ده بالمادة وبتعوض ده إنه كمان ممكن يبقى زي العيب كتير يعني مثلا شريف إكرامي مثلا ورمضان صبحي ممكن يكون شايف إنه هو ينتقل بيرامدز لأن الأهلي بيستغنى عن النجوم أمثال كتير مثلا عماد متعب حسام غالي شريف إكرامي يقول لك أنا حسام عشور أنا ليه أوصل للمرحلة دي أحمد فتح يقول لك أنا ليه أوصل للمرحلة للسنة الجاية ما بقاش بلعب أساسي في النادي الأهلي فالنادي الأهلي يستغنى عني وما لقيش مكان ألاعب فيه دلوقتي طب أنا دلوقتي إيه اللي وصلنا للمرحلة دي فأنا أخذها أنا أو أبنى السابق بالمرحلة دي ومنهيش حياتي في النادي الأهلي بلص إن أنا هاخد فلوس يعني تكاد تكون ضعف النادي الأهلي أو تريبل إذا انت شاف إن ظاهرة ظهور عند هي زي بيرامدز وغيرها ده بيعيد التوازن في المنظومة الرياضية هو مش بيعيد التوازن هو بيخلق نفسها قوية وبيخلق حالة حلوة في الدوري كان الأول بتلاقي قطب واحد متفرد فبتلاقيش متعف ده إنت حافز ده هيصحى الصبح هيلعب هنا يكون في نادي معين هتلاقي إنتقل لنادي معين عشان يحقق بطولات معينة يأخذ في نفسه معينة والموضوع انتهى لكن دلوقتي الزمالك بقى يناطح الزمالك وبيرامدز عندك دلوقتي مصر المقصة يقال إن في الفترة الجاية هتتحول لمؤسسة أو لكيان كبير أو شركة زي بيرامدز فبقى فيه كيانات كتيرة بتنافس الأهل وزمالك فالأهل ما كانش متعودة لحتة دي الأهل كان متعود إن أنا أروح الرئيس النادي يكلم اللعيب اللعيب يمضي عشان شافه وده ما كانش حقيق اللعيب يمضي عشان الفلوس وعشان بيحب النادي مفيش حاجة اسمها أنا رحت أمضي على بيض دس ده ما بتحصلش بمضي برحت عشان بحب ألعب في النادي الأهلي وعشان في مبلغ معين أنا في دماغي وتوصلت لي فمن هنا بدأت تخلق حالة المنافسة لما ظهر بيرامدز طيب الأهلي طول عمره معودنا على قطاع الناشئين كان كل موسم بيطلع علينا 2-3 لعيبة بيبقوا نجوم في الساعة الرياضية أنا شايف أن الأهلي الموسم دوت مش شايف أنا لعيبة مثلا من قطاع الناشئين تلعب تقدر أن هي حتى تنافس أو تسد الصغرات اللي داخل النادي الأهلي النادي الأهلي بقى له فترة كبيرة ما بيعتمدش على قطاع الناشئين مع أننا شايف أن دوت يعني يعني بيتوصل لسن معينه وقتاع الناشئين بيبتدي ياخد لعب أو 2 أو 3 يسعدهم للفريق الأول وبعد كده يتم تسريح الفريق كله فبين هنا أنت بتسريح فلوس على لعيبة جاية وممكن تكون الصفقة فشلة اللي جنت جابها مبارا زي لعيبة كتيرية موجودة دلوقتي وبالتالي أنت ما بتستفدش حاجة بكتاع الناشئين اللي أنت المفروض تدعم أول حاجة لأنه الصفقة مش هكلفك جنيه وتاني حاجة اللعيبة يكون حابي بالنادي وحابي بيخدم فأنا شايف أن الأهلي خسران كتير جدا فعلا بعدم صعود الناشئين للفريق الأول بس دي مدرسة المدربين الأجانب أنه أنه مش بيعتم كتير على الناشئين زي ما أنا الجو زي قل ما لما تلاقي المدرب أجنابي بيعتمد على ناشئين المدرب الأجنابي عايز ييجي بالذات مع الأهلي في زمالك أو نادي جماهيري أو بطولات بيحاول يجي على طول يروح جاي يشاري لاعب أو اتنين أو تلاتة جاهزين أو سوبرستار ياخد بهم بطولة وبعد ما يخلص فتريته أو عقده بيمشي هو عايز كده هو مش في دماغه أن يصعد لاعب أو اتنين إلا لو كان اللاعب ده فز يعني اللاعب ده موهبة يعني لفتة للأنظار فيفيده في الفترة الحالية بس فلكن المنظومة في النادي الأهلي عليها على ما تستفهم كتير في الفترة الحالية لكن يعني قادر أقول إن يعني فريق كورو مش مش متأثر بدا بشكل كبير طيب ترددت في الفترة الأخيرة مشكلة كهرباء مع أحمد الشناوي حمد الشناوي أو محمد الشناوي حرس مرمى النادي الأهلي وتطلق الموضوع للكابتن ساد عبدالحافيز طبعا إحنا الأهلي مش متعودين إن أخباره دي تبقى منتشرة الفترة الأخيرة بنسمع عن مشاكل كتير داخل جدران النادي الأهلي ودي ظاهرة جديدة على النادي الأهلي فتقولي إيه المشكلة دي أنا هقولك المشكلة كده باختصار بسرعة تمام المشكلة إن كهرباء كان في المران يوم الأربع الساعة 8-8-9-5 في الفترة ديت كهرباء قال لفظ خارج اللي زميله في التمرين صالح جمع تمام فمحمد الشناوي كان قاعد على لدك محمد الشناوي قال له ما ينفعش اللفظ ديت قال هنا كهرباء رد عليه وقال له إنت مالك ده حاجة ما تخصكش أنا بحظر هنا مع زمالي محمد الشناوي راح جاي متكلمه تاني بعصبية وقال له إحنا هنا في تمرين وفي نادي وأنا كابتن النادي أو كابتن الفريق وما ينفعش اللفظ زي ده يتقال تمام كهرباء رد عليه بمنطلع عصبية وقال له إنت مش أبوي عشان تربيني أنا أبويا نفسه ما بيقوليش كده حصل التوتش دو فضل مستمر لحد ما وصله قط الملابس حد وصل قط الملابس كهرباء راح تاني بعصبية لمحمد الشناوي وزقق في سدره محمد الشناوي استشاط غضبا زي ما بيقوله كده وإنه إزاي يعمل وقع زيادية اتدخل سادة بحفيظ هنا بك كانت يعني بداية الكارثة زي ما بيقوله أو زيادة المشكلة أوه اتدخل سادة بحفيظ كهرباء ما سمعش الحد كهرباء راح جاي شاتم محمد الشناوي وراح جاي شاتم مدير الكرة وراح جاي شاتم النادي الأهلي حتى كان في ناس ده كواليس من جوه النادي الأهلي شاتم النادي الأهلي ومدير الكرة ومحمد الشناوي فيه كان فيه كام أكتر من اللعب وقفين من الحالة اللي كان وصل لها كهرباء قالوا له انت شكلك مش طبيعي النهاردة أو يعني انت مش في حالتك شكله مش طبيعي اللي بيعمل ده مش طبيعي في الآخر سادة بحفيظ حاول يفصل الموضوع خالص طلع كهرباء بره الغرفة وقال له اخرج بره المران وقهرباء مش هيبتدي يفرد كان هيفرد عقوبة على الاتنين محمد الشناوي قالله أنا ماستحقش العقوبة أنا ماستحقش العقوبة أنا ما عملتش حاجة واسأل كل اللي كانوا موجودين في اللاحزة ديت سادة بحفيظ جاب اللعيباء او جاب اللي كانوا متواجدين في الشاهدين العالواقع شافوها سألهم قالوا له محمد الشناوي مش غلطان وجاب واليد سليمان كان شهد عالواقع واليد سليمان لما لقى المواقف كده تتصل بكهربا قال له انت فين؟ قال له انا في البيت قال له تعال النادي لو تحلم كهربا راح للناق دي راح جاي معتزر لمحمد الشنوى وقبل رأسه واعتزر لساد عب حفيز وساد عب حفيز قال له اعتزارك ده مرتبط ان محمد الشنوى كابتن فريق يقباله وخده منفردا في القوضة بتاعة غرفة من لبس ساد عب حفيز وكهربا وبلغوا بعقوبة المليون جنيه ومحمد الشنوى جاب محمد الشنوى وقال له هل أنت قابل اعتذار كاربا ليك؟ قال له أنا كابتن نادي الأهلي وما ينفعش الفترة اللي إحنا فيها دي أعمل مشكلة أنا لازم نريم الفرقة عشان نكمل الدورة بعدها مميز ثم نكمل الدورة عبطال أفريقيا ونحاول نحصل على اللقب عشان نفرح الجماعير والمشكلة من هنا كانت كبيرة وانتهت كاربا امبارح نزل الاعتذار أو أول امبارح نزل الاعتذار رسمي على الصفحة الشخصية بتاعته وقال أنا بعتذر لكل جمهير النادي الأهلي ولصديق محمد الشناوي أو زميلي محمد الشناوي ولمدير الكورة وكل مسؤول النادي الأهلي عما بضر مني ونديات هتكون يعني نهاية الوقع أو نهاية أي مشكلة ليا خلال الفترة اللي جاية لو بتسألني أنا تقول الكهربا وتقولي عن الوقع أنا شاف أن الكهربا مش زكي يعني حتى في الوقع دي على الأقل لعب ما كانش زكي كهربا أنت جاي بمشكلة من نادي الزمالك ومتخد عنك انتباع أن أنت لعب بتاع مشاكل ورحت من النادي الزمالك أنت قالت النادي بره ثم جيت عن نادي الأهلي النادي الأهلي اشتريك وبالبلد كده مراهن عليك ليه تعمل حاجة زي دي تخلي النادي الأهلي نفسه والجماهير بره يقولوا إحنا رهنا ده كان خسرا كهربا أنت جيت في السيزن أول ما جيت وليه بتمتش السوبر الأهلي كان جايبك تحسوبا لأي حاجة تحصل زي رحيل رمضان وفعلا رحيل رمضان حصل كان المفروض الأهلي يستفد منك دلوقتي حضرتك توقفت في مواتش السوبر بعد المشاكل اللي عملتها في المواتش أنت المفروض جاي النادي الأهلي وجاي بمشكلة مع نادي زمالك ما تنزلش تعمل مشكلة في مواتش السوبر تنزل تلعب بس عشان على الأقل في الفترة الحالية تثبت قد إيه أنت جاي تفيدي النادي الأهلي أنت دلوقتي استفدت إيه دلوقتي لما أنت ماقوف والنادي الأهلي بعد الأحيان رمضان صبحي ما عندوش جناح أنت دلوقتي عملت إيه ليه كهربا منتزكي حجم الغرامة المفروضة على كهربا أعتقد دي أكبر غرامة في تاريخ اللاعب في كرة مصرية فلما توصل حجم الغرامة المليون جنيه كهربا من الناس اللي هي بتعتزل بسرعة أعتقد أن الأهلي برضك فاهم الكزة دي عشان كده هوت هو عمله لايحة خاصة بالنسبة لك هو كان ماضي على اللايحة دي مع العقد و دي كانت أعلى عقوبة في اللايحة هو وصل لها لأنه هو أكرها هو كهربا في الفترة اللي فاتت دي لما حصل التطش هو في بعض الألفاظ ما ينفعش نقولها على الهوى يعني لكن أما حصل التطش مع محمد الشناوي أو في الاشتباك اللي حصل باليد بتلفز بكام لفظ إن هو بيقول إن الأهلي ماوقفش جنبيه في مشكلتي معنات زمالك الغرامة اللي كانت عليه فحتى لو الأهلي ما كانش هوقف جنبك ما كانش هيجب إن أنت تعمل ده ما كانش هيجب إن أنت التعدى على كابتن الفريق ما كانش هيجب إن أنت تغلط في مدير الكورة ما كانش هيجب إن أنت تغلط في كائن الاهلي وبعد ذillah ترجع بسهولة تعتذر و تقول إن أنا آسف و إن أنا دي خطأ يعني غير مقصود أو خطأ عافا ومن كهربا بتعمل بعرفها و تعليقًا بأيجبه وده ما ينفعش أنت نجم وبتلعف النادي الأهلي هو نجم أساسي اللي بلعب في النادي الأهلي دوت لازم يبقى على يزبط عليه ضغط في كل حتة وعليه أضواء فلازم يبقى عنده تحكمات في انفعلاته وفي تصرفاته أفهم من كده أن صفقة كهربا غير موفقة السنادي في النادي الأهلي لا ما قدرش أقول كده كهربا يعني السنادي ممكن تقول يعني مش محظوظ أو هو ما كانش زكي مع النادي الأهلي لكن هو لعب مفيش خلاف عليه فنيا لو لعب فايق أو مركز في الكرة لا فرما عالية جدا ويفيد النادي الأهلي في الفترة الجاي طيب استمرارا لبعض الانتقادات اللي بيتواجه النادي الأهلي مشكلة اللاعب مؤمن زكريا تمنياتنا له بشفاء العجل إن شاء الله ايه المشكلة دي بالزبط وهل الأهلي مأثر مع اللاعب بتاعه مؤمن زكريا مؤمن زكريا طبعا في البداية يعني الموضوع ربناش فيه مرض صعب مرض ما بيحصلش أو ما بيجيش كتير للأسف احنا بنتحركش غير في الآخر او لما نشوف فيديو يهز مشاعرنا او لما يحصل تريند زي ما بيقوله مؤمن زكريا مش الأهلي أثر معاه الدولة اللي مأثر معاه المنظومة اللي مأثر معاه الأهلي لما مؤمن زكريا حصل اللي حصل في تعبه دوت الأهلي يحاول يصرف عقده ويكلم مزارة الشباب ورياضة عشان تصرف عقد تاني وتتكفل بمصرف علاجه احنا للأسف بقينا في مجتمع يعني بنتأثر يوم ولا اتنين بمجرد ظهور الفيديو مؤمن زكريا لما أحمد أزي ظهر معاه في إحدى المسرحيات يعني وظهر على السوشيال ميديا الناس كلها تأثرت هنعايز أعرف أسأل سؤال يعني المسؤولين مين المسؤولة عن حالة مؤمن زكريا بالشكل ده مؤمن زكريا هل لو كان مؤمن عليه كان يعني كان يشحط فلوسه بالشكل ده مؤمن زكريا حالياً بيشحط فلوسه أو بيطلب المساعدة ليه نوصله لحالة دي ليه اللعيب ما يبقاش مؤمن عليه ليه اللعيب ما يبقاش اللعيب الكورة في مصر لازم يبقى فيه وفيه عقد فيه بند في العقد كل لاعب محترف إنه لازم يبقى فيه تأمين عليه مين بقى اللي بيمرر العقود دي للتحاد الكورى إنه اللي عيد ما يبقاش مؤمن عليه مو من زكريله مؤمن عليه دلوقتي كان معاه أقل لحاجة كانت صرفه 10-15 مليون جنيه وما كانش يطلب مساعدة من حد هل ده يرضي ربنا؟ هل ده يرضي حد؟ لما يكون واحد بالشكل ده حصل إحنا نتعطف معاه لمجرد الفيديو وكننا نسيينه بقى شهر واثنين وسنة واثنين عشان إيه؟ الأهلي صرف عقده كلم مزارة الشباب ورياضه عشان تتكفل بمصاريف علاجه المستشار تلك الشيخ تكفل على حد معلوماتي إنه تكفل بجزء من علاجه في الفترة اللي فاتت لكن أنا شايف إن الدولة بتحدي الكورى اللعيب ده يعني إحنا إحنا ليه نفتكر الناس بعد ما تموت؟ ليه نفتكر الناس بعد ما مؤمن أو غير مؤمن يحصل له حاجة نقول يا إحنا هنعمل له مبنى إداري أو مبنى اجتماعي ليه ما نقفش جنبه في حياته؟ ليه لما اللعيب زي دوت يبقى بيكسب حب الجماهير ويا ما يعني صالوا وجايل ولو أي موقع المشرط يكون لعيب كور ليه ما يبقاش مؤمن عليه ومن حقه لما يبقى حصل له حاجة تلاقي الدولة دايما في دهره تمام عودة للعيبة اللي رحلت عن النادي الأهلي وخاصة اللاعب رمضان صبحي طبعا لعب رمضان صبحي لعب كبير ولاعب أكيد يأثر على النادي الأهلي وأداء النادي الأهلي بتردد داخل الشارع الرياضي الأهلاوي هل رمضان صبحي فعلا هيسيب أثر جامد داخل النادي الأهلي ولا الأهلي متعود إن هو أو معودنا إن مفيش لعب يأثر عنده وبيعوضوا بلعيبة أخرى بصوا يعني اللي يقول إن رمضان مش هيأثر مع الأهلي يبقى مش منطقي الأهلي مش يقف عليه لكن هيتأثر بيه آه هيتأثر بيه لحد ما يجيب لعيب زيه رمضان يعني من دمن أفضل المواهب في آخر عشر سنين في مصر كمين؟ رمضان صبحي لعيب مهم رمضان صبحي الأهلي كان معتمد عليه رمضان صبحي الأهلي لو مش شافوا إن هو لعيب هيفيدوا ما كانش هيحاول يخلصوا من نادي بتاعه النادي الإنجليزي رمضان صبحي يعني في جماهير كتير زعلانا من رمضان صبحي أنا شاف إنه ما معاش حق إن هم يزعلوا من رمضان صبحي رمضان صبحي اختار المادة زي ما هم بيقولوا يعني وده مش عيب أي بن آدم بيدور على المادة الناس فاكرة إن التي شيرت وحب النادي والشعار بس ما فيش حاجة كده أبدا الحب الغير مشروط ده زي ما بيقولوا الجماهير بس هو بيحب النادي بدون أي مصلحة وبدون أي هدف لكن ما تكن عنيش إن فيه لعيب يعني رمضان صبحي لما جي من نادي الإنجليزي عارى النادي الأهلي قالش أنا همضي على بياض وما تحط ليش مبلغ أو حطيلي مبلغ أنا مش روافع عليه لا هو بيبقى عارف المبلغ أو الرينجي بتاع اللي هيمضي عليه فعشان كده بيقوله هو مضى لكن إن العيب عن 23 سنة يتعرض عليه عرض ضخم إلا ما يكون مهول بمئة مليون جنيه في ثلاث سنين ويرفضه وشايف إن هي صعبة يعني تمام جماهيري النادي الأهلي بتسأل تمالي سؤال اللي ناقص النادي الأهلي عنده لعيبة كبيرة وأسام كبيرة أفريقيا ومصريا في نفس الوقت فيه خلل في رأس الحرب النادي الأهلي مركز مهم sensitive بالنسبة لرأس الحرب المصرية وكان تمالي النادي الأهلي متميز بروس الحرب المصرية إيه اللي ناقص للنادي الأهلي عشان يعود المراكز اللي ناقصه وخاصة مركز رأس الحربة هل مروان محسن جديد ان هو يستمر في النادي الاهلي او ان انت شايف تغييره حتما الفترة اللي جاي الاهلي بشكل عام في وجوش عين خبيرة تقدر تجيب اللاعب الناضج سواء في مصر او في افريقيا بدليل في صفقات كتيرة انا عايز اعرف جيرالدو ده جاي ليه جيرالدو ده تحت اي اساس جيه وتحت اي اساس بيلعب في النادي الاهلي ده جناح النادي الاهلي هل ده شايف هل جيرالدو ده جناح مؤهسر ومؤهل ان يلعب في النادي الاهلي انا شايف ان هو لا في لعب هل محمد هاني بعد رحيل احمد فتحي هل يقدر يشير النادي الاهلي لا ما يدارش يشير النادي الاهلي هل محمد هاني يقدر يستحمل الضغوطات ويستحمل المطشط الكبيرة ويستحمل الشد والتنشانة في اي حاجة لا انا شايف ان محمد هاني ما يدارش مركز رأس الحربة وليد ازارو كان كل فرصة بيجيبها بيضيع اصاد عشر مرام محسن يعني أنا بصراحة يعني أنا شايف أنه هو مهما تقول هو جاب جوال أو غير كده أنا شايف أنه ما يستحقش أنه يكون متوجد في النادي الأهلي مهاجم النادي الأهلي ده ليه موصفات خاصة مهاجم النادي الأهلي ده لازم يكون بيستحمل الضغط لازم يكون بيجيب الجول من الأل فرصة لازم يكون جاهز في أي مرش لازم يكون قوي لازم يكون هو مش محتاج تحميص هو دايماً اللي قدام سابق لزمال، هو دايماً اللي يفتح لهم فرص مين موجود في النادي الأهلي كده؟ قال لي باجي بدأ يظهر في ماتش الزمالك بعد ما كان ماركون دكة لمرام محسن وده برضو كان يعني رؤية غريبة لريني فيلر لكن أنا مش عارف، الأهلي ما فيوش عين خبيرة تقدر تجيب مهاجم كناص قوي زي ما عماد ميتعب كان موجود ده من أحد الناشئين زي ما يكون مهاجم زي في أماد فلافيو عماد فلافيو جي قصر الدنيا عشان كان فيه عين زي عين منو الجزيه كانت مصممة إن اللعيب ده هوت لعيب كوي، لعيب هيفيدني هو هو مهاجم النادي الأهلي، هو مهاجم كوي بس هي فترة سوق توفيق لكن دلوقتي هفيش مهاجم النادي الأهلي والد أظهره في كلام إنه هيرجع مش هيرجع مرام محسن بيمشي على سطر وسيب عشرة هل فيه مفاجئات في قيمة النادي الأهلي فترة اللي جاية في خروج بعض اللعيبة من القيمة الأساسية لنادي الأهلي؟ يعني فيه لعيبة كتيرة مفروض تبقاش متواجدة محمد الشيخ، أنا شايف إنه مالوش أي تأثير جيرالدو، شايف محمد هني المفروض يعني يرحل ويجيب الأهلي باكرايت مميز لازم يبقى فيه سردباك مدافع ورا للنادي الأهلي محمود متولي متصاب صليبي فترة سعد السمير فترة الأخيرة مصاب بشكل كبير مفيش غير ياسر إبراهيم وأيمن أشرف فأدوات لازم يجيب، أنا شايف إن الأهلي برضو لازم يعود رحيل شريف إكرامي بجول لأنه أعلي لطفي أنا شايف لمحمد شنوي حصل لقدر الله أصابة أو إيقاف يعني لا حيتأثر بغياب محمد شنوي محمد شنوي حدث مصر الأول فلازم الأهلي يعود رحيل شريف إكرامي الأهلي محتاج مدافع قوي الأهلي محتاج باكرايت قوي الأهلي محتاج جناح يسار قوي الأهلي محتاج مهاجم لا الأهلي محتاج خمس صفاقات أقل شيء عشان يقدر ينافس السنة الجاية؟ عشان نقفل ملف النادي الأهلي ونخشي على ملف النادي الزمالك انت شايف ان الأهلي الموسم دوت حيقدر ينافس على كاس أفريقيا الأبطال الدوري خاصة انه أمامه مباراة مهمة جداً أمام الوداد في زل الزبزبة أو زبزبة المستوى أو أداء النادي الأهلي فترة الأخيرة انت شايف ايه بالزود؟ بس سريعاً شخصية الأهلي يعني ما فيش فيها شك شخصية الأهلي قادر انه يتخطى الوداد وقادر انه يحصل على البطولة إذا كان فيه إصرار من اللعيبة وحب انه هم يجيبوا البطولة الدوري أبطال أفريقيا ويفرحوا بقى مهير أنا عندي الرغبة أنا عندي الشغف انه أنا حقق البطولة ديت مش أنا بلعب لمجرد انه أنا قديت موتش وخلاص انه أنا بلعب انه أنا موظف لأ انت بتلعب من أجل كيان انت بتلعب من أجل تفرح جمهور بجانب ان المستوى أنا شاف ان ريني فيلر عليه دور كبير جدا لفترة الجاية في يعني انضباط مستوى بعض اللعبين والتزامهم داخل المستطيل الأخضر وكمان توظيف اللعبين بشكل مناسب وتعود دواد بالروح بالروح لفترة الجاية لا لازم الأهلي بيعنده الشغف البطولة الأهلي محققهاش من 2013 لازم بيعنده الدافع والشغف لتحقيقها لكن شخصية الأهلي لا يقدر يفسه البطولة في أي وقت تمام فاصل سريع أعزائي مشاهدي بالنمج شارع العرب ونعود إليكم لإستكمال حديثنا مع النقد الرياضي هشام طارق ونستكمل حديثنا الرياضي الأزوار إن شاء الله فإلى اللقاء عودنا إليكم أعزائي مشاهدي بالنمج شارع العرب لإستكمال حديثنا مع النقد الشاب الرياضي هشام طارق ونتكلم على أهم الأحداث الرياضية الموجودة على الساحة حاليا أهلا بك مرة أخرى أهلا بك سيفان طيب قبل من نقف الملف النادي الأهلي سريعا كده ناخد مشكلة مؤمن حسام عشور حسام عشور أنا ياسف حسام عشور يعني باختصار شديد يعني حسام عشور بص تحت رجليه ومبصش لتاريخه وده لصيده عند جميع النادي الأهلي حسام عشور الأهلي يقدم له أفر أو عرض ما قدمهش لنجوم كتيرة متعب تريك كبركات النادي الأهلي عرض علي عرض بعد ما يبطل كورا إنه يعمل له متش اعتزال وده ما بيحصلش في النادي الأهلي عرض عليه إنه يعمل له فترة معيشة بره سواء إداريا أو فنيا عرض عليه إنه يمسك أي شيء كم مثلا في الإدارة عرض عليه إنه ممكن يشتغل في كانتنادي الأهلي هو ما فكرش في كل دوت هو فكر في الفلوس بس وهقولك معلومة إنه حسام عشور طلب من الخطيب يجدد له موسمين مقابل 20 مليون جنيه عشان هو محتاج إلى 20 مليون جنيه بس هو يقعد ومش هيعمل أي مشكلة يعني يعني يععد على الدكة ومعملش أي مشكلة فالخطيب قاله دوت ما ينفعشي حسام عشور لما يطلع يشكر في تركيقى الشيخ وكان عامل مشكلة أو المستشار تركيقى الشيخ وكان عامل مشكلة مع مجرس زارة النادي الأهلي يبقى اللعيب حتى يعني حتى لو أنت شايف إن المستشار تركيقى الشيخ مع حق ما ينفعش إنك يعني هو فيه خلاف مع النادي الأهلي فيه كده ما ينفعش تطلع تشكر فيه ضد النادي الأهلي ما ينفعش تقول المستشار تركيقى الشيخ بيحب النادي الأهلي أكتر من الناس جوا أنت بصيت تحت رجلك حسام عشور أنا شاف أنه خسر كتير جدا في الفترة الحالية كنت طول عمرك بعيد عن السوشير ميديا وبعيد عن الأجواء بتاع الترند والحاجات دي خسرت كتير بسبب اللي أنت عملته ما عرفش أنت المادة أحيانا بتعمي عين الناس عن حاجات كتيرة خسرت رصيدك خسرت مكانتك عند الأهلوية وللأسف بصيت تحت رجلك طيب نفتح بلف نادي الزمالك نادي الزمالك استقرار إداري مشهود له قدر يحصل على ثلاث بطولات الفترة اللي فاتت بعد توقف الدوري قدر أنه هو يحصل لقاء الكمة وبين النادي الأهلي بفوز كبير ثلاثة واحد نادي الزمالك هل أنت شايف الاستقرار الإداري هو اللي أدى إلى المستوى بتاع نادي الزمالك وهل نادي الزمالك قادر الفترة اللي جاية يعيد زي ما بيقولوا مدرس الفن والهندسة هقول لك نادي الزمالك الفترة الحالية معايش مستوى جاهد كده نادي الزمالك من مدات السيزون أو من شهر يناير الماضي فاز ببطولتين بطولت الصوبر المصري على النادي الأهلي في الإمارات وعمل 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 وقدر يفوز على الترجي بسهور الأفريقية وقدر يتخطى الترجي ويسعد لنص نهائي دوري أبطال الأفريقية الزمالك ماشي بمستوى جاهد جدا مع كارترون عنده أنا شايف إن كواكبت من اللاعبين هم ممكن ما يكونوش يعني عددهم كبير بس اللاعيبة لحضواشر أو خمشر اللاعيب الموجودين في السكور دايما موازين جد كارترون قدر يعمل توليفة ممتازة أضرمتش الكمة بشكل رائع استغل أخطاء فيلر بامتياز كارترون يعني اللاعيب أشرف بين شرق ده حكاية لعيب موهبة قدر يتقل كافة الزمالك في ماتش الكمة وفي ماتشات كتيرة هو أهم لعب دلوقتي في ناس الزمالك أهم من فرجان إساسي اللي كان مميز جدا مع جورس السنة اللي فاتت كارترون أما بيشتغل في أجواء يعني هادية لا أعمل أداء مميز أنا شايف إن الزمالك يعني قادر يوصل لنهائي دوري أبطال الأفريقية الزمالك في ماتش الكمة يعني لو قلنا ملخص كده على السريع كارترون كان زكي جدا واستغل أخطاء فيلر بشكل مثالي فيلر بدأ الماتش كان طول السيزون بيبدأ فيلر بيلعب 4-2-3-1 ما عرفش الماتش ده ليه غير 4-4-2 والمشكلة مش في التغيير المشكلة ما عندكش لقابة لتوظف ده أو تخدم لطريقة دي كارترون طول الماتش يعني بعد ما جاب الجول والأهل يتعادل قادر يلعب بأنجم على علي معلول ويلعب ونزل كاسونجو عشان يخلي محمد هاني دايما واقف في مكانه أو دايما يبقى هاني ما يتقدمش وقدر يستغل دوت الزمالك معاه شكل وأداء ونتيجة أعتقد أن لو كارترون كان مكمل معه أو كان موجود مع الزمالك من أول السيزون كان يفرق بشكل كبير وما كانش الفرق يعني هيتسع مع الناد الأهل لعشرين نقطة أنت شايف أن الطيور الواردة مش المهاجرة من المغرب العربي تونس والمغرب لعبة النادي الزمالك هي اللي قدرت أن هي تعمل شكل النادي الزمالك؟ أكيد السيزون ده بصراحة يعني أشرف بن شرقي عامل موسم والأقراء أداء في المتشاطة الكبيرة حاسم يعني أشرف بن شرقي في المتشاطة الكبيرة حاسم ونجم في آخر ماتشين ثلاثة كان ممكن بلعب عشوية شوية لكن في آخر ماتشين بقى بيخدم الفريق أو بفرديها شوية لا بقى آخر ماتشين يعني بيخدم التيم بيخدم المنظومة الجامعية فرجان السياسي مش نفس مستوى بتاع ساني الفاتت مع جروس لكن فرجان السياسي مقدم مستوى جيد جدا الزمالك من أول حريس المرمى لحد مصطفى محمد لا كلهم مميزين مصطفى محمد يعني ما شاء الله حاجة كده مهاجم مصر يعني ربنا يحميه وحفظه مميز الكرات العالية مميزة على الأرض مميز احنا شفنا الجول اللي جابه في النادي الأهلي جول يعني ما بيجيش كتير جول رؤى يعني فانا شاف ان الزمالك وعنده برضو بداية البرة كويسة كارتيرون بدأ يصاعد لعب أو اثنين أسامة فيصل وأحمد عيد لما حازم مامة صاب بدأ يلعب في الباكرايد الزمالك شاف ان مع كارتيرون إن ما حصلش أي تطش مع المستشار مرتضى منصور وكارتيرون كمل خلال الفترة الجاية انا شاف ان كارتيرون هيقدر يحقق بطولات تانية مع نادي الزمالك بخلاف البطولتين ايه المراكز اللي هيحتاج لها نادي الزمالك لاستمراره للطفرة اللي هو عايش فيها دي إذا ما لك محتاج أول حاجة بديل لمصطفى محمد يعني عمر السعيد تبعيد بقى لفترة كبيرة يعني أكادي يكون إن كارتيرون يعني بيفكر أكيد يستغن عنه أو يبقى يطلع عارة كسونجو أنا شاف مش هو البديل يعني كسونجو ممكن ينزل خلاص لك مارش لكن لو أي حاجة أو لو حاصل جهة عرض احتراف لمصطفى محمد أكادي يبقى لازم فيه بديل كفر شايف إن ممكن يبقى إذا ما لك محتاج بليميكر بديل لأوباما أوباما يعني برضو بيمشي على سطر يوسيبش سطر أوباما ممكن يبقى في مقش مميز جدا وعلي جدا ويعمل لك أساتات ويجيب جوال وفي مقش تاني تلاقيين مش موجود يعني فيه في مقشات أوباما بيبقاش موجود إذا ما لك محتاج بليميكر محتاج بكريت حزم إمام بعد هروب حمد النجاز أو رحيل حمد النجاز عما فيش غير حزم إمام حزم إمام لما بتصدع وبيحصل له إقاف برضو ما بتلاقيش غير ناشئ محتاج خط نص بديل طريق حمد طريق حمد لما بيغيب إحنا شفنا المقش اللي فات الزمالك لعب أحمد سيد زيزو في مركزه الزمالك مفهوش اللعيب رقم 6 البديل طريق حمد لأن طريق حمد ما بتوفرش أو ما بتكررش كتير بس على أقل لازم يبقى لعيب بديلي يبقى ما يحصل له أي حاجة يكون مبوض لكن الزمالك أنا شايف إن لو المستشار ما عملش يعني مع المديرين الفنيين إنه الزمالك أكمل خلال فترة الجاية بشكل مميز جدا هو شايف إنه أفضل فرقة حالية في مصر يعني بتلعب كرة بعد الكورونا غير قبل الكورونا الأهلي كان أفضل قبل الكورونا الزمالك أفضل بعد الكورونا تمام هل أنت شايف إن الزمالك خاصة بعد مباراته أمام بيرمت قادر يحسم المركز التاني وضمان مشاركته في دور الأبطال إذا لقدر الله حصل إن ما حصلش على البطولة الأفريقية إذا مالك أكيد قادر يحسم المركز التاني إذا مالك دلاتي عن طواني 40 نقطة تفوق على برامد المنافسة البشر بتاعه المرش اللي فات برامدز في مركز سلب بس يعني مش بعيدة يعني أنا شاف إن برامدز مش هيسلم بدري برامدز هيفضل يحارب لأن برامدز السنة الجاية في رمضان صبحي في عبد الله السعيد في أحمد الشناوي في عمر جابر في لعب اكتراء ومميزة فهو عايز يحارب يعني زي ما بيقوله كده كل ما قوتي من قوة عشان يلعب دور يبطال فهيفضل يناجب في الزمالك كتف في كتف لحد آخر مرحلة لو الزمالك فضل وافع على رجله حد آخر سيزون هيحسن مركز التاني لكن لو الزمالك حصل مثلا هبوط في المستوى أو ويع في مركز أو اثنين مش بعيد إن برامدز حق المركز التاني بسهول إن برامدز معا يعني اللعبة صفت صفت لعبة مصر يعني مش بعيد إن الزمالك يحسنه إن أصر هو على اللعب ولكن برامدز برضو الموضوع مش هسلمه بسهولة في الفترة الحالية على الأقل برامدز مقدم شكل جيد المقش اللي فاتح انت شايف الموضوع ده تحصر أو المركز ده تحصر ما بين الزمالك و برامدز بعيدا عن الفرقة الأخرى ما زي الماولين العرب مصر آه يعني هو الماولين مش بعيد الماولين 42 نقطة مش بعيد بس الكوة بتاعتنادي الماولين ما تخلوش يقدر يستمر لحد آخر السيزون بنفس الكوة يعني ممكن ينافس معاك لكن ما هيجي في الآخر يوقع لكن الزمالك دلوقتي يوقف المركز التاني هيحاول اللي يحافظ عليه برامدز في المركز التالت بفريط على طابونت بس على نات الزمالك فهيحاول برضو يلحق نات الزمالك عشان السنة الجاية عايز يشارك في دور يا ابتال أفريق وعايز يبتدي يعمل اسم للنجوم اللي جاية له يبقى أنا بشارك في دور يا ابتال أفريقيا وهو السنة دي يوصل لسيمي فاينال أو نصف نهاية كونفدرالية فعاوز يبقى السنة الجاية بيشارك في كونفدرالية ليه لأ؟ ليه لأ؟ ما يشاركش وليه لأ؟ ما ياخدش البطولة وليه لأ؟ ممكن مثلا أن يحصل على البطولة بسهولة في ظل اللعيبة التي يبقى عنده اللعيبة كلها دولية ولعيبة كلها كبيرة أو على الأقل أن يتخطل في البطولة إلى أدوار متقدمة فأنا شاف أن برامدز يعني السنة الجاية أنا متوقع أن برامدز في خلال السنين اللي جاية مش السنة الجاية بالأخص بس في السنين الجاية هياخد الدوري السنة الجاية اللي بعدها اللي بعدها برامدز باللعيبة اللي موجودة عنده ديت بالكوكبة بالاحتراف اللي موجود دوت برامدز هياخد الدوري في سنة من السنين الجاية بسبب الاحتراف اللي عندهم وتوفير كل حاجة توفير مدير فني توفير لعيبة توفير فلوس عشان وقتنا بيدهيمنا احنا قدامنا 3 دقيق طبعا انت شايف ان المستشار مرتضى منصور عمل طفرة داخل نادي الزمالك وهو السبب الرئيسي في وصول نادي الزمالك للمستوى اللي احنا شايفينه دلوقتي محدش يقدر انكر ان المستشار مرتضى منصور سبب او جزء من سبب النجاح مفيش حاجة جماعية بتكون سبب واحد هو اللي اللي فيها الجهاز الفني الجهاز الاداري طبعا الرأسول مرتضى منصور اكيد عمل طفرة في انشاءات النادي جايب لعيبة مميزة جدا ما كانش اللي بتشوف دوت في عشر سين فاته بمعنات الزمالك ما كانش بيناطح الاهلي ما كانش بينكب وكتف في كتف الزمالك اللي تبقى ليه شكل بقى بينافس بقى قريب بقى في طولة افريقيا ساعد نص نهائي المرتضى منصور او المستشار مرتضى منصور لو بعد عنات الزمالك او عن المدير الفني بشكل خاص يعني معنات الزمالك انشاف ان الكرتلون هيقدر يوصل ويحقق نتايا كويسة جدا مع الزمالك المستشار مرتضى منصور بعد عنا طيب سريعا كده هو مشكلة الفار الفار طبعا مشكورة اللجنة القماسية اول حاجة دخلتها اول حسن اللي عملتها اللي دخلت الفار بتاعها الفار داخل اصلا عشان يحل المشاكل من الحكام احنا شايفين ان الفترة الاخيرة في بعض الجماهير بتقول ان الفار على فرق وفرق وفي فرقة ظلمت وفي فرقة استفادت من الفار مين اللي بيحسم موضوع الفار؟ هل حاكم الساحة ولا حاكم الفار نفسه؟ يا زي ما انت قلت المشكلة ملخصا بسريع عشان وقتنا ان اللجنة او في مصر حاولنا انطبق الفار بدل ما يحلنا المشاكل زود لنا المشاكل اخيرا كان ملتش مبارح الاهل الوادي دجلة كان فيه هدف الوادي دجلة حصل عليه الشك كبير جدا بس انت شايفه هدف صحيح؟ انا شايفه هدف انا شايفه هدف لكن جهاد جريش على غاية المفروض اللي يحسم القرار دايما حاكم الساحة هو حاكم الفار بيديله القرار لو كان هو متأكد منه لكن لو القرار فيه شك لازم يرجع لحاكم الساحة حاكم الساحة شايفه مبارح عموما يعني حاكم الساحة في مصر عندنا احنا مبنعرفش نستفيد باي حاجة جديدة او اي تكنولوجيا جديدة احنا بدل ما بتحللنا المشكلة لا دا بتزودها فانا شايف ان مشكلة الفار اتمنى ان الحكام تبقى مركزة لفترة الجاية بشكل اكبر بدل ما الفار يساعدها يتخلي الفار يساعدها بدل ما يسبب لها مشكلة كفاءة ان هو مبارح ان يقولك الفار دوت بدل ما فروض هو يساعده في المشكلة هو زود المشكلة بيه هو بان شاف الجول وكمان مأكد ان هو تسلل وكتير من المحللين شافوا ان الكرة هدف صحيح على المهم ان شاء الله هيكون لنا استكمال طبعا ونغطي بعض الاحداث الرادية في حلقات اخرى لا يسعنا ان احنا نشكر الناقد ارياضي الشاب الكابتن هشام طارق على حضوره النهاردة واستفدنا طبعا من وجوده في المطبخ داخل الاندية المصرية ونشكر حضراتكم على المتابعة والى لقاء اخر الازوار القادم من برنامج الشارع العرب دونتم على الخير اشتركوا في القناة